طلبة وطلبات الصفة الخامس الاتدائي في مادة العلوم أهلا وسهلا بكم وهنحل النهاردة اختبارات سلاح التلميز في الوحدة الأولى صفحة 60 مادة العلوم الفصل الدراسي الأول الاختبار الأول 1. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية 1. يمتص النباتة الطاقة الضوئية للشمس فتتحول إلى طاقة كيميائية أثناء عملية البناء الضوئي هنا بيقول إيه؟ الطاقة الضوئية تتحول إلى طاقة كيميائية أثناء عملية البناء الضوئي الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة 2. ينتقل الماء من خلال أوعية الخشب أوعية إيه؟ الخشب الماء بينتقل من خلال أوعية الخشب إلى الأوراق ليساعد النبات على النمو 3. يتشابه نظام النقل في النبات مع الجهاز الدوري للإنسان في نقل الماء والغذاء إلى جميع أجزاء الجسم يبنى عندي هنا نظام النقل في النبات فين؟ في النبات مع الجهاز الدوري يتشابه مع الجهاز الدوري يتشابه مع الجهاز الدوري المين للإنسان فيه تشابه؟ آه فيه تشابه إن النبات بينقل الماء والأملاح وسكر الجلوكوز إلى جميع جسم النبات من خلال أوعية اللحاء وأوعية الخشب أما انتقال الغذاء للإنسان عن طريق الجهاز الدوري عن طريق مين؟ الأوردة والشرين يبنى إذن يتشابه نظام النقل في النبات مع الجهاز الدوري للإنسان في نقل الماء والغذاء إلى جميع أجزاء الجسم صح والغلط الإجابة صحيحة أربعة تختلف طرق المطل أو انتقال البذور من مكان إلى آخر على حسب تركيبها وشكلها تختلف طرق انتقال البذور البذور تنتقل في أكثر من حاجة بمعنى إيه؟ إن أنا عندي البذور ممكن تنتقل عن طريق الماء ممكن تنتقل عن طريق الهواء ممكن تنتقل عن طريق الملابس يبقى إذن تختلف طرق انتقال البذور من مكان إلى آخر على حسب تركيبها وشكلها الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة اختر الإجابة الصحيحة مما يلي واحد يمتص النبات غاز إيه؟ من الهواء للقيام بعملية البناء الضوئي وتكوين غذائه أنا عندي إحنا قلنا قبل كده إن عملية البناء الضوئي بتتطلب ثلاث حاجات الماء وضوء الشمس وغاز غاز إيه؟ غاز يطرق الهيدروجين أو ثاني أكسيد الكربون أم الأكسوجين أم النيتروجين طبعاً لازم وجود ثاني أكسيد الكربون اثنين يقوم النقطة بنقل الغذاء من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات إحنا قلنا إيه؟ الغذاء والماء الغذاء وإيه؟ والماء الماء الخشب اللي بيقوله طيب الغذاء اللحاء أوعية اللحاء يقوم اللحاء بنقل الغذاء من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات ثلاثة يعتبر نقطة في النبات هو المسؤول عن اللون الأغضر المميز له إيه اللي بيدي النبات لونه الأغضر؟ يترى السق، الكولوروفل، الجزور، البزور طبعاً المسؤول عن اللون الأغضر للنبات هو صبغة الكولوروفل ثلاثة أكمل الجمل التالية واحد يحتاج النباتات أو تحتاج النباتات والحيوانات إلى الماء والهواء ونقط لتبقى على قيد الحياة النباتات والحيوانات بيحتاجوا إيه عشان تبقى على قيد الحياة؟ ماء وهواء والغذاء والغزاء اثنين تنتقل البزور من مكان إلى آخر عن طريق الماء والبزور بتنتقل عن طريق الماء عندي الماء وعنده كمان الهواء وممكن عن طريق الملابس الماء والهواء والهواء ثلاثة الفتحات الصغيرة بالنبات التي تمتص الغاز لازم لعملية البناء الضوئي أنا عندي فتحات صغيرة موجودة على ورقة النبات على ورقة النبات ودي هي اللي تمتص غاز ثاني اكسيد الكربون للقيام بعملية البناء الضوئي اسمها الفتحات دي واخدناها قبل كده اسمها السغور السغور طبعا هناخد السؤال اللي بعد كده اللي هو ايه اللي هو صل من العمود به ما يناسب ما في العمود الف عشان السؤال دوت اجاوبه بطريقة صحيحة لازم اقرأ الف الجزور اثنين اللحاء واشوف هنا هو به ينقل الغزاء من الاوراق الى جميع اجزاء النبات واربط اللي موجود هنا مع اللي موجود هنا هو واختار يبا هنا هو الجزور واللحاء ينقل الغزاء من الاوراق الى جميع اجزاء النبات اللحاء هنا هو الجزر واللحاء يمتص طاقة ضوء الشمس يمتص الماء والمعادن من التربة انا عندي الجزر ليه فايدتين الفايدة الاولى انه هو بيثبت النبات في التربة طيب الفايدة التانية يمتص الماء والمعادن من التربة يبا هنا دي رقم ايه رقم واحد واوصل كده طيب اللحاء اللحاء بينقل الغزاء من الاوراق الى جميع اجزاء النبات وده رقم اثنين واوصلها كده تعالي ناخد ايه السؤال اللي بعد كده سؤال رقم خمسة اجب عن الاسئلة الاتية ده اسئلة مقالية واحد ماذا يحدث للنبات عند زراعته في مكان مظلم طبعا انا لما هزرع نبات في مكان مظلم يبقى انا كده حرمته من ضوء الشمس يبقى اذا النبات لا يستطيع القيام بعملية البناء الضوئي وعملية البناء الضوئي بيحضر فيها النبات غزائه يعني النبات كده هوت هيتحرم منين من الغزائه ايه اللي يحصل للنبات في حالة زراعته في مكان مظلم نقول ايه تصفر تصفر اوراق النبات وايه اللي يحصل له وفي النهاية يموت لان كده هو مش قادر يحضر الغزاء بتاعه اتنين يمكن للنباتات التي توجد فوق سطح الماء ان تحصل على الطاقة لكي تنمو من خلال عملية معينة اول ما اشوف واسمع كلمة الطاقة والعملية اذكر اسم العملية التي يقوم بها النبات لتكوين غزائه وكلمة تكوين غزائه انا ما عنديش غير عملية واحدة بس ايه هي اللي هي عملية البناء الضوئي عملية البناء ايه الضوئي هنا هو يا جماعة السؤال رقم 6 السؤال رقم 6 تختلف طريقة حصول كل من الإنسان والنبات على غزائه لكي يبقى كل منهما على قيد الحياة وضح هذا الاختلاف انا عندي الإنسان بيختلف عن النبات في طريقة الحصول على الغزاء اولا بالنسبة للنبات النبات يحصل على غزائه بنفسه يحصل على غزائه غزائه بنفسه يحصل على غزائه بنفسه اذا النبات مخلوق منتج 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 للغزاء منتج ليه للغزاء ناخد الإنسان يبقى النباتي انا هو منتج ليه للغزاء والنبات يحصل على غزائه بنفسه طب الإنسان 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 يبحث يبحث عن الغزاء للحصول على إيه على الطاقة يبقى إذا هنا الإنسان مستهلك يبقى إذا النبات منتج للغزاء أما الإنسان مستهلك مستهلك لإيه للغزاء هذا الاختلاف طبعا أتمنى أن الجميع يشترك في قناة مصر التعليم الابتدائي ويفعل زر الجرس هناخد الإختبار الثاني في سلاح التلميذ صفحة 61 في مادة العلوم واحد ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية واحد تتشابه الشرايين والأوردة في جسم الإنسان مع أوعية الخشب واللحاء في نطل الماء والغزاء إلى جميع أجزاء النبات إحنا قلنا أن الشرايين والأوردة في جسم الإنسان بيتشابه مع أوعية الخشب واللحاء اللي اتنين كان ده أو دوت بيعملوا إيه بينقل الماء والغزاء إلى جميع أجزاء النبات بس طبعا هنا هو الشرايين والأوردة ده ينقل غذاء في جسم الإنسان أما أوعاية الخشب وأوعاية اللحاء بينقلوا الماء والغذاء إلى جميع أجزاء النبات الإجابة إيه؟ الإجابة صحية اتنين قد تنتقل البذور من مكان إلى آخر عندما تلتصق بالملابس التي يرتديها الإنسان في عندي بذور بتنتقل عن طريق الهواء وبذور تنتقل عن طريق الماء وكذلك بذور تنتقل عن طريق الملابس التي يرتديها الإنسان يبقى هنا قد تنتقل البذور من مكان إلى آخر عندما تلتصق بالملابس التي يرتديها الإنسان الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة تلاتة يستطيع الإنسان والحيوان العيش على سطح الأرض بدون النباتات طيب إحنا إيه فايدة النباتات؟ النباتات فايدتها حاجتين أول حاجة بتصنع الغذاء للإنسان والحيوان حاجة تانية بتوفر الأكسوجين اللازم للتنفس بالنسبة للإنسان والحيوان طب دلوقت إحنا بنقول إن لا يوجد نباتات على سطح الأرض يبقى إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل للإنسان والحيوان؟ طبعاً لا يحصل للإنسان والحيوان؟ لا يستطيع الإنسان والحيوان العيش على سطح الأرض بدون النباتات؟ خطأ لا يستطيع العيش بدون النبات لأن النبات ينتج له الغذاء وينتج له إيه؟ الأكسوجين اللازم للتنفس ينتج رقم أربعة ينتج عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسوجين اللازم للتنفس الإنسان طبعاً إحنا من ضمن نواتج عملية البناء الضوئي غاز الأكسوجين زائد السكر يبقى ينتج عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسوجين اللازم للتنفس الإنسان اللي جابه إيه؟ الإجابة صحيحة اتنين اختر الإجابة الصحيحة أنا عندي أربع اختيارات رقم واحد يساعد النبات على تكوين غذائه بنفسه إيه اللي بيساعد النبات على تكوين غذائه بنفسه طرق اللحاء المأوى الصخور ضوء الشمس ده هنا بيتكلم عن عملية البناء الضوئي عملية البناء الضوئة محتاجة المين؟ محتاجة اللحاء ولا المأوى ولا الصخور ولا ضوء الشمس طبعا ضوء الشمس اتنين يقوم نقط بنقل الماء من الجزور إلى جميع أجزاء النبات اللي ينمو يقوم نقط بنقل الماء الماء احنا اتفكت معاكم على حاجة الماء يبقى إذن الخشب لكن الغذاء اللحاء هنا السؤال بيقول ايه؟ يقوم نقط بنقل الماء من الجزور إلى جميع أجزاء النبات اللي ينمو يبقى إذن ايه؟ الخشب لأن هنا هو بيتكلم عن الماء ثلاثة أي ممما يلي يحتاج لا يحتاج إليه التنبات للقيام لعمالية البناء الضوئي في حاجة هنا من الإخطيارات الأربعة دولige النبات مش محتاجوا في عمالية البناء الضوئي يطرى الماء هذا الماء من ضمن إحتياجات سإنيكسودة الكربون طبعا النبات لا يستطيع القيام بعملية البناء الضوئي بدون سنكسود الكربون ضوء الشمس كذلك ايضا النبات لا يستطيع القيام بعملية البناء الضوئي الا في وجود ضوء ايه ضوء الشمس اخر حاجة ايه الاكسوجين الاكسوجين دي من نواتج عملية البناء الضوئي لكن ليست من الاحتياجات اللي هي ايه اللي بيحتاجها النبات للقيام بعملية البناء يبقى إذن أي من ما يلي لا يحتاج إليه النبات للقيام بعملية البناء الضوء اللي هو غاز الأكسوجين هنأخذ دلوقتي رقم تلاتة أكمل الجمل الأثياء واحد تحصل الحيوانات والنباتات على الطاقة من الحيوانات والنباتات بتحصل على الطاقة من إيه من الغزاء من الغزاء الحيوانات والنباتات والإنسان يحصلون على الطاقة من الغزاء تتحول الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة كميائية في النبات في عملية يبقى عندي هنا طاقة ضوئية للشمس تتحول إلى طاقة كميائية في النبات في عملية البناء الضوئي في عملية البناء الضوئي تقوم نقط بامتصاص الماء والمعادن من التربة إيه اللي بيمتص الماء والمعادن من التربة؟ طبعاً الجزور هناخد السؤال رقم أربعة وده توصيل صل عمود ألف بما يناسبه من العمود إيه؟ لازم طبعاً زي ما تعودنا إن إحنا نقرأ ده كويس نظام النقل في النبات عملية البناء الضوئي هنا هو يقوم بنقل الماء والغذاء إلى أجزاء النبات تساعد النبات على تكوين غذائه بنفسه جيم يتكون من الشرين والأوردة نظام النقل في النبات هنا هو رقم واحد يقوم بنقل الماء والغذاء إلى أجزاء النبات واصل عملية البناء الضوئي تساعد النبات على تكوين غذاءه بنفسه اتنين واصل دي كده رقم خمسة أجب عن الأسئلة التالية هذه أسئلة مقالية كان واحد أو اثنين زرع عمر نباته في حديقة منزله يبقى إذن الحديقة الموجود فيها إيه؟ موجود فيها تربة موجود فيها ضوء شمس ولكن وماء طبعا ولكن مجدي زرع نباته في مناديل مبللة في غرفة منزله يبقى إذن مناديل مبللة مش هحطله غير ميت لكن لا يوجد إيه؟ تربة وكمان في الغرفة إذا كانت في الغرفة يبقى إذن لا يوجد ضوء شمس وقفر كل منهما جميع احتياجات النبات برأيك أي منهما سينمو بشكل أفضل؟ يا ترى النبات اللي زرع عمر في الحديقة ولا اللي زرعه مجدي في الغرفة في مناديل مبللة في الغرفة طبعا اللي هينمو بشكل أفضل الزر اللي هو إيه؟ النبات اللي زرعه عمر يبقى إيه؟ النبات ماشي؟ عمر هيكون إيه؟ هيكون أفضل من النبات مجدي وجد مزارع بزورا ليست من بزور مزرعته ما سبب ذلك؟ احنا قلنا إن انتقال البزور من خلال ثلاث حاجات اللي هو الماء والهواء والملابس مزارع وجد بزورا ليست من بزور مزرعته ما سبب ذلك؟ ممكن أقول له إيه؟ لانتقال البزور لانتقال البزور من خلال الهواء أو الماء أو الملابس طيب ستة توجد عدة إحتياجات لابد من توفرها لكي يقوم النبات بتكوين غذاءه بنفسه حدتها عشان النبات يقوم بتكوين غذاءه بنفسه لابد من وجود ثلاثة إحتياجات إيه هي الثلاث إحتياجات؟ الماء زيت ثاني أكسيد أكسيد الكربون زيت ضوء الشمس دولة الثلاث إحتياجات اللي هو بيحتاجهم النبات لكي يقوم بعملية البناء الضوئي التي يكون النبات غذاءه بنفسه من خلالها أتمنى أننا أكون وصلت لكم معلومة بشكل جيد وأتمنى اشتراككم في قناة مصر للتعليم الابتدائي وتفعيل زر الجرس وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر